كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على اتفاق إطاري ما بين صندوق مصر السيدي وصندوق الاسثمار النرويجي وشركة سكعتكاء النرويجية وذلك للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهايدورجين الأخضر وأيضا البنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الإفريقية يأتي هذا التعاون في إطار الروابط والعلاقات ما بين مصر والنرويج إدراكا لأهمية التنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ خاصة وأن مصر تستعد لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب 27 نوفمبر المقبل وبمجاب الاتفاق الإطاري يتطلع كل من صندوق مصر السيدي وصندوق الاسثمار النرويجي وشركة سكعتك النرويجية إلى تعزيز التعاون المشترك يتضمن نطاق التعاون تنفيذ وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الخضراء والهايدروجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية في بعض من الدول الإفريقية اشتركوا في القناة